أن تبكي مواطنة في بلد ما فصوتها ونحيبها من المفروض يهز وجداننا جميعا ولكن للأسف الشديد لا نعتبر ولا نطعر ولا نأخذ الدروس والعبر من المحن التي نعيشها والفتن التي نمر عليها أنا حزين أنا حزين بمعنى الكلمة حزين عندما أرى هذا يحرّض ضد ذاك بدل أن نتحول إلى كتلة واحدة ندافع عن أوطاننا ندافع عن أمننا ندافع عن استقرارنا لا نفتح عقولنا إلى هذا ولا إلى ذاك تحولنا للأسف الشديد جاءت شبكات التواصل الاجتماعي بدل أنها تتحول إلى منابر نصل بها إلى بعضنا البعض نتعاور نوصل الأفكار إلى بعضنا البعض نتعلم من الآخرين نفتح آفاق للتعارف والعلاقات الإنسانية تحولت إلى منابر هذا يطعن في عرض ذاك وهذا يكذب على ذاك وهذا يفتر على ذاك وكل ذلك من أجل تصفية حسابات من فقد السلطة يريد العودة إليها ومن في السلطة يريد أن يبقى فيها ومن ليس له مال لا يريد أن يعمل ويجتهد من أجل أن يكسب المال بل يريد أن يهدم حتى يفقد المال الذي يراه عند غيره هذه ليست قيم نحتاج إلى ثورة طربوية بمعنى الكلمة وخاصة في مجال الإعلام أيها الإنسان أيها المواطن ابنك تحول إلى قنبلة الموقوت في بيتك تحول إلى قناة فضائية قد يخرب لك المنزل وقد يخرب لك العائلة وقد يخرب لك القرية وقد يخرب لك الوطن إذا لم تحسن تربيته تربية إعلامية يدرك كيف يتعامل مع هذا العالم المفتوح من حيث نشر المعلومات فليس كل ما تعرفه يجب أن تنشره وليس كل ما تعلمه يجب أن تنقله للناس وليس كل ما يأتيك تهضمه وتصدقه أيها الناس أيها الناس إننا في مرحلة صعبة ومرحلة حرجة الكرة الأرضية تتخبط في أزمات لا نظير لها والاقتصاد العالمي وصل لدرجة لا يمكن لا يمكن وصفها من الانحدار والتأزم والانكماش كل هذا يحدث هذا سيزيد في شراسة الدول والحكومات والأنظمة والمنظمات والشبكات السرية والاستخباراتية التي همها الشر ستزداد شراسة وسيزداد استهاذا يستهدف ذاك أيها الإنسان إنني أخاطب فيك إنسانية قبل أن أخاطب فيك أي شيء آخر حذار أن تتسبب في إراقة دم غيرك حذار أن تكون معول هدم ولو بفكرة تنشرها هنا أو تأخذها من هناك الهالم يتنافس على الشر وليس على الخير كل المعطيات تقول أن العالم وقواه الكبرى تتنافس على الشر وأكبر شر تتنافس عليه هي تدمير أوطان الضعفاء التي حباها الله بالخيرات والثروات لماذا كل هذا الكذب؟ هل الديمقراطية تعني نشر هذه الكراهية؟ هل الديمقراطية وحرية التعبير تعني المساس بعراض الآخرين وتدمير أوطانهم والعمل على إشعال حروب أهلية كيفية؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذه هي حقوق الإنسان؟ هل هذه الموثيق الدولية؟ هل هذه قيم الإسلام؟ هل هذه قيم والشرائع الأخرى؟ حتى الشرائع والقوانين الوضعية التي يضعها البشر كلها تدعو إلى قيم الأمن وقيم الأمان مناشد فيكم أيها العرب أيها المسلمون أن تحافظ على أوطانكم نحن نمر بمرحلة صعبة ومرحلة مصرية فإما أن تعيش في وطنك مهما كانت النقائص ولكن يبقى دائما الوطن مبني والعمل داخله من أجل المكملات أو تعيش بلا وطن تبحث عن مأوى لصغار صرنا بين خيارين لا ثالثة لهم للأسف الشديد والأدوات التحريضية وما أكثرها هناك من دخل وأصبح محرضا وهو لا يدري أنه مجرد أداة مستعملة وهناك من يدري ويدري أن الآخرين يدرون ما يدري به ولكن للأسف الشديد يواصل يواصل غثائيته وغوغاءه ويحرض هذا ضد ذاك وهو آمن حيث هو حافظوا على أوطانكم حافظوا على أنفسكم حافظوا على بيوتكم حافظوا على عوائلكم أن تبذل جهدك في بناء أسرة وتربية أولاد تربية صالحة ووضع لبنات حقيقية في المجتمع أفضل بكثير مما يقضيه الكثيرون بتضيع أوقاتهم في أشياء لا تفيد شيئا أعرف الكثيرين والله أعرف الكثير من البشر أعرف الكثير من البشر الزبال أكرمكم الله أمام بيته والمشاكل التي تعيشها قريته يعلم بها الله مقائص لا تحصى ولا تعد لا طرقات ولا بنى تحتية ولا توزيع المياه المياه ما مكانش ولا كهرباء ينقطع كل هذا ترك كل هذه الأمور ومشغولي بقضايا دول أخرى لم يصرها في حياة ولا يملك حتى الإمكانيات التي ستجعلها يذهب إليها السبب لماذا؟ لأنه تم تجينه من عبر وسائل الإعلام وعبر هذه الوصائل تم تجينه بمعنى الكلمة ويصير استعماله في أشياء أخرى لا تعنيه إلى أن يصل في ظل أحلام مزركشة كم من حلم مزركش كتب لشعب ما وكم من حلم مزركش روجت له وسائل إعلام ما ولكن في النهاية عندما غرقت بهم سفيرة وطنهم تخلى عنهم الجميع وصاروا مشغولين بأشياء أخرى شفناهم فضائيات كانوا يتباكون على الشعب السوري إلى أبعد الحدود حتى خيل للكثيرين أن هذه الدول التي تنتمي لها هذه الفضائيات ستفتح أحضانها للسوريين ولكن ما يعانيه الشعب السوري الموجود في هذه الدول لا يمكن وصفه بل أنه هناك فضائيات غيرت جلدها وبدلته وبدلت خطابها من خطاب البكاء إلى فحيح الأفاعي ودموعها التي كانت دموع تسيل حزنا وكمدا على فلذات أكباد الناس تحولت إلى دموع تمسيح بمعنى الكلمة لا يوجد لا يوجد من يأتي من بعيد ويبني لك وطنك أيها الجزائر أيها التوريس أيها الليبي أيها المواطن العربي في كل دولة من دول العرب لا يوجد من يأتيك من هناك ويبني لك وطنك وطنك أنت الذي تبنيه وأنت الذي تحافظ عليه وإن كنت تتوهم بأنه إذا أن البناء بناء الوطن يأتي بعد تدميره وتهديمه فأنت واهل فإذا تفكك الوطن والعقد الاجتماعي بين الواطنين فلا حل له إلا تقسيم هذا الوطن ومسحه من الخريط حافظوا على وطانكم شفناهم دول كيف عاشوا في مآسي ولكنهم لما أدركوا أن بناء الوطن يكون بأبناء الوطن يكون بأبناء الوطن يكون بالنخب الوطن يتم اختيار الناس المناسبين الرجل المناسب في المكان المناسب والمرأة المناسب في المكان المناسب والتنافس يكون على مشاريع بناء وليس على مشاريع الحدن هكذا تبنى الوطن شوفوا ألمانيا كيف كانت وين وصلت شوفوا اليابان شوفوا كثير من الدول كثير من الدول كيف كانت وين وصلت لأنها أدركت أنه لا يمكن بناء الوطن إن لم يتم بناء الإنسان أيها الحكام العرب أيها الحكام في كل الدول العربية أيها المواطنون أدركوا جيدا أنه لا يمكن أن يحدث التغيير نحو الأحسن ولا يمكن تشييد الوطن إن لم نتعاون جميعا على بناء الإنسان وصناعته وهذا لن يكون دور حاكم ولن يكون دور عالم ولن يكون دور معلم ولن يكون دور مثقف ولا دور إعلامي بل يكون دور الجميع فالأب في الأسرة هو كل شيء وهكذا وتوسع الأمر إلى أن يصل إلى صاحب القرار في البلد عندما نتعاون جميعا وبصدق ونتجاوز لأخطاء بعضنا فلا يوجد من لا يخطئ لا جل من لا يخطئ إذا كان حاكم سيخطئ وإذا كان محكوم سيخطئ وإذا لم نتعلم كيف نتجاوز الأخطاء لبعضنا البعض فإننا في النهاية سنتحول من تلك الأخطاء بدل أن تكون دروس وعبر لنا نتجاوزها ونذهب إلى الصواب ستتحول إلى معول هدم تؤدي إلى الخرار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله